طيب كده اتكلمنا عن الأسباب السبعة اللي بتؤدي لحدوث الإمساك عند الأطفال هنتكلم بقى دلوقتي عن طرق الوقاية والعلاج في الأيام الأولى من عمر الأطفال يعني الأيام الأولى من عمر خالص المفروض ان احنا قلنا بيحدث البراز لأول مرة في اليوم الأول أو الثاني إذا تأخر لليوم الثالث لازم نرجع للطبيب ليه؟ لأن الطبيب هيفحص فتحة الشرج عند الطفل هتأكد أن فتحة الشرج موجودة ما فيهاش دمور وهكذا والطبيب برضو هيعمل الإجراء الطبي المناسب للطفل في الحالة دي اللي هتخليه يخرج محتوى البراز اللي عنده بس أنا في النقطة دي بالذات عايز أطمن حضراتكم إن أغلب الأطفال بتبدأ التبرز فعلا من اليوم الأول أو بداية اليوم الثاني من بعد الولادة على طول تمام؟ طيب في الشهور الأولى نعمل إيه؟ يعني أول ست شهور مثلا لابد من التأكد إن لبن الرضاعة الطبيعية كافي بنعرف إزاي إن لبن الرضاعة الطبيعية كافية يعني لما تيجي ترضع يبدأ تعرفي إزاي إن الرضاعة بتاعتك دي كافية أولا هنعرف من إحساسك أنت أن الطفل بيرضع فعلا ودي حاجة كل الأمهات اللي رضعوا هيفهموا فيها قصدي تاني حاجة إن معدلات زيادة في وزنه بتحصل يعني بتحصل كل شهر زي ما هو متوقع يعني مثلا الطفل بيزيد مثاليا 200 جرام أسبوعيا في أول 3 شهور من عمره نعرف إزاي برضو إن الطفل ده مكتفي بالرضاعة أو الرضاعة مكفية لما ينام فترات ما بين الرضاعة حتى لو الفترات دي قصيرة إيه تاني دليل لما الطفل اللي هو كان بيعيط عشان يرضع ولما يرضع يبطل عياط بعد الرضاعة فيبقى هو خد كده كفاية وعلى فكرة بتبقى الرضاعة بسيطة في الأول لأنه لسه بيتمرن طبعا في حالات الرضاعة الصناعية لازم بقى تنفيذ خطوات التحضير زي ما بتكون مكتوبة على علبة اللبن وأنا قلت في بداية الحلقة أن أنا هقول كلمة للسادة الزملاء والأصدقاء من السادة الصيادلة أنه خاصة في المناطق الريفية أرجوكم لما تلاقوا حد داخل يعني يشتري علبة لبن اشرحوا له بتتعامل ازاي يعني ليه لأنه أحيانا بتبقى التعليمات مكتوبة على العلبة بخط يعني صغير وأحيانا أحيانا بيكون بعض الأمهات ما بيبقوش يعني ما بيعرفوش القراءة والكتابة فاشرحوا لهم انتوا قولوا لهم الرضاعة دي بتتعامل ازاي زي ما كده فيه صيادلة يعني محترمين ومحترمات جدا جدا بيكتبوا على العلب بتاعة الأدوية ده ياخدوا الرشدة كده بتاعة الدكتور ويكتب لك على الدوة الدوة ده بيتاخد قبل الأكل ولا بعد الأكل كم مرة في اليوم وهكذا كملوا بقى جملكوا لما حد يشتري علبة لبن في أي منطقة يعني اشرحوا للأم أو للأب أو يعني اللي بيشتري العلبة دي اللبن ده بيستخدم ازاي تمام طبعا برضو من الحاجات المهمة قوي للعلاج إعطاء الميا بين الرضاعات زي ما قلنا وقلنا ان احنا ممكن نبدأ الحكاية دي من الشهر التالت وبعد الرضاعات يعني بنبدأ من 1 ل 2 ميلي لتر بس حكاية ان احنا ندي للطفل من 1 ل 2 ميلي لتر كده خلاص بيساعد الطفل جدا على تجنب الإمساك طبعا بنعمل حكاية دي بسرنجة فاضية من غير السن طبعا بالمناسبة الكراوية عارفين الكراوية مش دايما يقولوا الأطفال لما يبقى عندهم مرس تدلهم كراوية وحاجات كده الكراوية تحديدا بتساعد في علاج الإمساك إذا حصل في العمر ده اللي هو الصغير بس ما نحطش عليها عسل ولا سكر نديها زي ما هي كده بس برضو مش نديها عمال على بطار يعني الكراوية من الحاجات اللي بتساعد على تجنب الإمساك على فكرة الرضاعة الطبيعية عادة ما بيحصلش معها إمساك خلاص إلا في حالات ندرة أوية لو الأم مثلا بتاكل فأكلها هي محتوى كبير من الدهون أو من التوابل وتحديدا البصل والتوم تمام؟ أو لو كانت الأم نفسها بتاخد حديد وهكذا ومرة تانية هقول وارد إن النوع اللبن الصناعي لو في حالة تعزو الرضاعة الطبيعية يعني اللي قرروا الطبيب لطفلك إنه يعمل إمساك مش آخر الدنيا في الحالة دي لازم يتغير هذا النوع عن طريق الطبيب برضو لنوع آخر والأنواع كتير قوي خلاص يبقى احنا كده بنتكلم عن العلاج الخاص بعلاج حالات الإمساك واتكلمنا عن كل مرحلة طمناك وهو قلنا لكو إنه في اليوم الأول والتاني من بعد الولادة عادة الإمساك بما بيبقاش موجود لأن الطفل بيعمل برز من نفسه لكن إذا حصل واتأخر اليوم التالت نرجع للطبيب لأن الطبيب نفسه لازم يفحص هنا فتحة الشرج عند الطفل وهو وخلوا لكم هو اللي هيقوم بالإجراء الطبي هتفهموا قصدي في آخر الحلقة هقول لكم ليه أنا قلت كده هو الطبيب اللي هيقوم بالإجراء الطبي للطفل في الحالة اللي زي دي تمام وقلنا إنه في الست شهور الأوائل الرضاعة الطبيعية بنعمل معها إيه ورضاعة صناعية بنعمل معها إيه قلنا إن الرضاعة الطبيعية لازم نتأكد من كفاية لبن الرضاعة الأم تتجنب الحاجات الممسكة أو الحاجات اللي بتسبب هي الإمساك الحاجات اللي هتعملك إمساك هتعمل للطفل إمساك تمام كده؟ وعلى رأس الحاجات دي زيادة المحتوى من الدهون في غذاء الأم أو التوابل وتحديدا البصل والتوم أو إنه الأم ما تكونش نفسها هي بتشرب مية فيزيد محتوى برضو الدهون والبروتينات في اللبن وأخيرا إنه لازم ندي للطفل قطرات من المية في صورة 1-2 مليليتر بعد كل رضاعة بداية من الشهر الثالث ده من أفضل الحاجات لتجنب الإمساك في المرحلة الأولى دي طيب ماذا عن الفترة اللي بعد كده بعد بقى 6 شهور بعد 6 شهور إيه اللي بيحصل؟ بنبتدي بقى بجانب الرضاعة بنبتدي ندخل الأكل الخارجي يا ترى بقى ده هنتعامل معه إزاي؟ نتجنب الإمساك إزاي؟ يعني وإذا حصل برضو بنعمل إيه؟ وهكذا هنطلع دلوقتي لفاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم طرق الوقاية والعلاج من الإمساك وكمان هنتكلم عن حاجة مهمة قوي وهي الأخطاء الشائعة في الموضوع ده ترجمة نانسي قنقر